يعني معرفش هل تقرير الكابتن حساء قال له اه 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 يعني انا مش متصورة اه 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 استاذ ابرهيم ان انا انا ماشي اه ها هقول للنادي بتاعي بس تتعقد مع فلان وفلان 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 اه اه يعني ممكن اقول له ها مراكز ضعف اللي عندي اي بس مش 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 حسميله الصفاخات اللي جابها لا يعني مش منطقي طبعا فمسألة ان انت جبت احمد علاء لانه لعب واعد جدا وصغير واحنا قلنا دلوقتي لما كل بالي جه بقناعة ان الراجل ده عايز واحد عنده خبرة افريقية وجاهز بموصفات معينة يجي يركب على طول والجه لعبه على طول لانه مرانه ما كانش محتاجه ايه يستناه والراجل جاي من موسم لعب عشر ماتشات قبل ما يجيلنا فمسألة قيد اي لعب هتكون مرهونة برؤية فنية واحدة جات ومصلحة الفريق ما لهاش دعوة بالمدرب الصبع لان انا كمان لو عطى فكر كده ده انا عطى النفسي قوي هشتغل بعندي مع جهاز ايه ايه المبرر ان اشتغل بعندي مع جهاز مش يعني لا وانت كمان قلت معلومة انه تأجيل قيد المكانين اللي شغلين في افريقيا يرجع لان احمد علاء واحد منهم ايه ما فيه صراع ما فيه صراع انا تصوري كده انا مش معنى كده ان انا عندي يعني معلومة انما تصوري كده انه فيه تلات لعيبة والمكانين اللي هم المتحدثين انما هم خلاص ما فيش مشكلة تبقى محلولة انما هو انا انا تصوري كده فمسألة ان هو قد يجد حل في هذا الموضوع بالكلام ده ده مسألة مصلحة فريق ما لهاش علاقة خالص وان انا فكر اللي قبل ايه كان بيعمل ايه وانا دي مش شغل محترفي صحيح بس فكمان ان احنا نتبنى وجهة النظر دي ونبتدي ندعمها ما اظنش ان هو ده الواقع يعني اشتركوا في القناة